طبت أوقاتكم من المقراريان يُعقد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في باريس يوم غد الاثنين وسيستمر حتى الحد عشر من الشهر المقبل وقد غادر الرئيس الصيني سي جينبين بيكين متجها إلى باريس لحضور المؤتمر وسيحضر أكثر من 140 من رؤساء الدول والحكومات مراسم افتتاح المؤتمر الذي يسعى إلى التوصل إلى اتفاق عالمي حول المناخ بحيث يكون ملزما قانونا كما يهدف إلى الحد من معدل ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى درجتين مئويتين أو إلى أقل مما كانت عليه قبل الثورة الصناعية وذلك من خلال الحد من انبعاثات الوقود الأحفورية وقد أصدرت 183 دولة من أصل 195 حتى العام الجاري خططها طويلة الأمد لمواجهة تغير المناخ فيما يغطي نحو 95% من الانبعاثات العالمية وسيعقد المؤتمر في ظل حراسة أمنية مشددة وسينتشر نحو 2800 من الجنود ورجال الشرطة قرب موقع المؤتمر في حين ينتشر 8000 آخرون لضمان سلامة الحدود الفرنسية